محطة المحسمة المصرية لمعالجة مياه الصرف الزراعي هي طبعاً يمكن مش معروفة إلا لغير المتخصصين إلا للمتخصصين قصدي حصلت مؤخراً على جيزة E.N.R. لكأفضل مشروع عالمي في مجال مياه الصرف لعام 2020 طبعاً ده خبر إيجابي جداً وجميل جداً إن إحنا نبتدي به اليوم خصوصاً إن دي تعد الجيزة الرابعة اللي بتحصل عليها المحطة دي اللي حصدت عدد كبير من الجوائز العالمية الأخرى خلال الفترة الماضية من بين الجوائز اللي حصلت عليها المحطة جيزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير المياه لعام 2020 من المنصة الإعلامية البريطانية والمتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال وجيزة أفضل مشروع للبنية الأساسية لعام 2019 في الشرق الأوسط وبيعتبر مشروع المحسمة اللي افتتحوا في إبريل الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مشروع من نوعه عالمياً وتبلغ ساعته اليومية من المياه مليون متر مكعب وتسهم المحطة المقامة على مساحة 42 ألف مربع بمحافظة إسماعيلية في الحفاظ على موارد المياه الطبيعية من خلال استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة كحل بديل ومستدام لتلبية احتياجات الرأي لأكتر من 70 ألف فتان في سيناء ده بالإضافة للحفاظ على البيئة الطبيعية في بحيرة التمساح غرب قناة السويس والإنتاج السمكي في البحيرة واللي كان بيتم التخلص من مياه الصرف فيها طوال السنوات الماضية احنا بنحول حاجة غير مستخدمة بل بالعكس لها أثار سلبية إلى شيء لأثار إيجابية وبنستفيد منه يعني فايدة من كل النواحي واحتفاء عالمي لابد من تقديره والاحتفاء بيه محليا أيضا